في اختج اليوم العديد من الباع أصحاب الطاولات بشارع دبي بمدينة العلمة من الإجراء المتخذ في حقهم من طرف السلطات المخلية بعد حرمانهم منذ أكثر من خمسة أشهر بموارسة نشاط البيع على حواف الأرصفة بحجة أنهم لا يملكون الترخيص رغم تأكيدهم من الإجراء يعني المدن ولا يعني الأسواق وشارع دبي عدوا من بين الأسواق المعروفة حسبهم فرس شاير برصد لنا نحن نطرحوا من ساعة أصباح نحن نطرحوا قلنا له ديرنا 30 يام في النهار كل خطرة كيف يقولنا وروحوا للقاراجة تعراتوا لكن الحوان تلوهلوا دي مجرر فينا من بعض نوروحنا ليقلنا ما عندي ما عندي للكم أنا جاز من فوق نحن الزواء ولا طرحين يكلفوا الخبز صعب الحوان تدوروا عشكيوا على الجنة هنا بلي طوابل يذو مديرين فوضى كتب قلنا وله يقولوا خليوا الطوابل نحن ننبيعوا هنا نبيعوا الليرام طارحين بره اشتركوا في القناة